هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية داعيا لله أن يعيده على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة رمز لتكسيد أسمى معاني الجهات في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف كما عاهد مدبولي الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار